السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم أجمل ترحيب في أمسية الليلة حول إعجاز القرآن في سورة الفاتحة تتعدد أوجه الإعجاز في سورة الفاتحة بتعدد جوانب النظر فيها وكل حرف من حروفها وكل كلمة من كلماتها وكل آية من آياتها فيها إعجاز لفظي وبياني ودلالي وتربوي وكوني كل آية من آياتها طالت أم قصرة تشهد لهذه السورة بأنها معجزة لما فيها من قواعد عقدية وأوامر تعبدية وقيم أخلاقية وضوابط سلوكية وإشارات علمية جاءت في السورة تفيض بجلالة ربوبية وتتميز عن كل صياغة إنسانية مما يشهد لهذه السورة بالتفرد كما يشهد بإعجاز الإنسان عن الإتيان بشيء من مثلها الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المهضوب عليهم ولا الضالين آمين تقوم سورة الفاتحة مثل ما تقوم جميع سور القرآن على أعمدة ثلاثة أولها التوحيد ثانيها التزكية ثالثها العمران التوحيد شكل العمود الأساسي لمعظم السور وشكلها في سورة الفاتحة عمودها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية تدور حول أوتاج أخرى تتناول التزكية والعمران الوحدة البنائية لسورة الفاتحة عمودها ومحورها توحيد الربوبية وهو ظاهر في الآيات الثلاثة الأولى وتأتي الآيتان الرابعة والخامسة في توحيد الألوهية ثم التلقين بالدعاء بالهداية أي أن يكون القرآن هدى إلى الصراط المستقيم وسلوك سبيل الموحدين الذين تزكت أنفسهم بالتوحيد وصاروا مؤهلين للاستخلاف لا أولئك الذين غضب الله عليهم لكفرهم وشركهم ولا الذين أخطأوا سبيل التوحيد فضلوا المفهوم القرآني للمنهج الدراسي هناك محاولات بلادنا لتطبيق نظرية البنائية وفق المفهوم القرآني للمنهج من خلال التصور الإسلامي للكون والحياة لأن الطريق الواضح وفق منهج الله وشريعته ينطلق المنهج القرآني للمنهج الدراسي من خلال الاعتماد على السمع والبصر والفؤاد كأدوات أساسية للتعلم والتدريس من أجل عبادة الله وعمارة الأرض وهذا ما جاءت به مبادئ السياسة التعليمية السعودية الإعجاز التربوي في سورة الفاتحة هذه الوحدة البنائية في سورة الفاتحة لها علاقة بالنظرية البنائية إحدى النظريات التربوية التي عرفت في القرن العشرين يتم تطبيقها في العلوم الإنسانية والتطبيقية والرياضية المختلفة لها نموذج يسمى نموذج التعليم البنائي الذي يعتبر فيها طالب العلم حرى العملية التعليمية ويبنى المنهج الدراسي في شكل وحدات دراسية حسب البنية المعرفية لدى المتعلم عمودها تنمية عمليات العلم الذي يدور حوله محتوى المنهج المعلوماتي والتطبيقي وتهتم النظرية البنائية بلغة الحوار لدى المتعلم من أجل أن يكون التعلم ذو معنا وقد أخذت دول العالم العربي بهذه النظرية البنائية في مجال التربية والتعليم تقوم سورة الفاتحة مثلما تقوم جميع سورة القرآن على أعمدة ثلاثة أولها التوحيد ثانيها التزكية ثالثها العمران التوحيد يشكل العمود الأساسي للسورة تدور حول أوتاد أخرى تتناول التزكية والعمران وهذا ما يسمى بوحدة القرآن البنائية كيف يبنى المنهج القرآني وفق النظرية البنائية تشتق كلمة البنائية من البناء أو البنية بمعنى الطريقة التي يقام بها مبنى ما ويمكن تعريف على أنها رؤية في نظرية التعلم ونمو المتعلم قوامها أن المتعلم يكون نشطا في بناء أنماط التفكير لديه نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع الخبرة وتعبر البنائية في أبسط صورها وأوضح مدلولاتها عن أن المعرفة تبنى بصورة نشطة على يد المتعلم ولا يستقبلها بصورة سلبية من البيئة فيتضح محتوى المنهج لصورة الفاتحة بالمخططات بالألوان بالأسلوب المناسب للطالب وجد في كتاب الدكتور إبراهيم عبدالله الدويش تكرار الفاتحة القوة الكامنة ذلك الإعجاز التربوي في صورة الفاتحة من خلال معرفة أسرار التكرار للفاتحة حيث يفتح للمسلم أبواب كثيرة للتدبر ثم الفهم ثم استخدام الفاتحة كمحرك روحي تفاعلي لمواجهة معترك الحياة وصخبها واستخدم المؤلف في عرض محتوى الكتاب المخططات المفاهيمية التي هي أساس النظرية التربوية البنائية ذكر الدكتور إبراهيم عبدالله الدويش في كتابه قائلاً ظهر لي من خلال محاولاتي لبيان هذه الأسرار في صورة الفاتحة وكشفها وبعد التأمل والنظر في الآيات ومعانيها وربطها بواقعنا وحياة الناس مستعيناً بالله ثم ينظر في كتب الحديث والتفسير أن السراء الأعظم في هذا التكرار إجمالاً هو عظيم حاجة الفاتحة كقوة كامنة تبعث في النفس طاقة روحية عجيبة على مدار اليوم والليلة هي أعظم سورة في القرآن على الإطلاق لم ينزل الله مثل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن ولا في الزبور ولا في الفرقان لهذا السبب جعلت فاتحة الأفضل الكتب عنواناً وديباجاً لخاتمة الوحي وفرضت علينا قراءته بهذا العدد في اليوم والليلة سبعة عشر مرة في الفروض وتتضاعف في صلاتنا للنوافل ذكر الدكتور إبراهيم الدويش في أسرار الفاتحة أنها منبع القوة والطاقة في النفس السر الأول بسم الله يكمن في قول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم السر الثاني تمجيد وثناء في قولي تعالى الحمد لله رب العالمين السر الثالث رحمة ورحمن في قولي تعالى الرحمن الرحيم السر الرابع ملك ومحاسبة في قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين السر الخامس عبادة واستعانة في قولي سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين السر السادس الهداية في قوله تعالى أهدنا الصراط المستقيم السر السابع الانتماء في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالي السر الثامن أن الفاتحة شفاء للقلوب والأبدان ورقيا للأمراض والأسقار السر التاسع أن الفاتحة نور وسرور وهي أعظم صورة في القرآن وأنها نور مرشارة السر العاشر أن الفاتحة أم القرآن وهل تصدق أنه يمكنك أن تقرأ مضامين القرآن وتأخذ عنها تصورا شامل من خلال تدبر الفاتحة وإمعان النظر فيها السر الحادي عشر توسب وسيلة ففي الفاتحة وسيلتان عظيمتان لا يكاد يرد معها الدعاء فهل أنت حاضر القلب والفكر بأنك فعلا تتوسل بهتين الوسيلتين أيها المؤمن أكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله غدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عنا بالنسبة لقراءة الفاتحة على الماء بلا صح هل له تأثير إيجابي على الإنسان حينما يقرأ سورة الفاتحة على الماء ويشرم منها حيث أن كان الصحابة يعني يقرؤون على المريض سبع مرات سبع مرات فيشفى بإذن الله أهلا أستاذ الفاغل القرآن كل شفاء والفاتحة تسمى الشافية عندما نقرأ سورة الفاتحة هي يدور حوار بينك وبين الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى في حديث قدسي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل ويعني بالصلاة فاتحة الكتاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى عليه عبدي وإذا قال العبد في صلاته مالك يوم الدين قال الله جل وعلا مجدني عبدي وإذا قال العبد إياك نعبد إياك نستعي قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد أهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والظالمين قال الله جل جلاله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل فما أجمل الفاتحة يعني هي حوار يدور بينك وبين الله سبحانه وتعالى ونسأل أن تشفينا من الأمراض ومن الأسقام بالنسبة لشرب الماء المقروء عليها الفاتحة هي سنة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يوصينا بأن نسمي بسم الله وأن نقرأ قبل أن نشرب وفي اليابان أجروا تجربة على مجموعة من الناس مسلمين وغير مسلمين ووجدوا أن مركب الماء يتحول إلى باللورة شكلها هندسي جميل بعد قراءة الفاتحة عليها أو أي آية أخرى من القرآن فهذا يدل على شعور الماء أو استشعار الماء بقراءة القرآن اشتركوا في القناة